من هنا مرت طائرات النظام وروسيا وهذا بعض من أثر خمس سنوات مرت على إحكام النظام سيطرته على مدينة حلب وما يزال الدمار الشاهد الأوحد على كل ما جرى كاميرا تلفزيون سوريا السرية تمكنت من الدخول إلى المدينة ورصدت بعضا من الدمار الهائل الذي حل بأزقتها وأحيائها وخاصة في المدارس والمرافق التعليمية يقول أهالي المدينة للتلفزيون أن أطفالهم مازالوا وللعام السادس على التوالي خارج العملية التعليمية بسبب عدم المدارس الصالحة للتعليم وخاصة في أحياء الزيتونات وبعيدين والشيخ فارس شرقية المدينة أما عن حي الحيدرية فقد وصلت نسبة الأطفال المتسربين من المدارس فيه إلى 90% معظم الطلاب المتسربين انخرطوا في سوق العمل لتوفير دخول بسيطة تعيل أسرهم وسط ما تشهده مناطق النظام من ترد في الواقع المعيشي عدة شكاوى تقدم بها الأهالي لمسؤولنا في حكومة النظام لتنبيههم لحال المدينة وأطفالها الذين باتوا محرومين من التعليم بسبب الدمار الهائل في المدارس بيد أن الإهمال والتجاهل هو الرد الوحيد الذي حصلوا عليه ما دفعهم للخروج من أحيائهم باتجاه أحياء أخرى يتمكنون فيها من إدخال أبنائهم إلى المدارس لحمايتهم من التسرب المدرسي يؤكد الأهالي أن العنوان العريض لما يحيونه في حلب هو تهميش كل من قبل حكومة النظام وعلى جميع المستويات ما أوصل الأطفال والطلاب في عمر التعليم ليفترشوا هذه الأرصفة بدل أن يرسموا للخطوات في طريقهم نحو المستقبل